اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ماذا تفعل صلاة الجماعة في جسد الإنسان وماذا يحدث لمن يصلي في المسجد أسرار روحانية تسمعها لأول مرة السلام عليكم مشاهدين الكرام من رحمة الله عز وجل بأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا وجعلت الأرض كلها مسجدا فأيما مؤمن أدركته الصلاة فإنه يصلي ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة وإلا فالأصل أنها كلها مسجد فالإنسان قادر على أن يصلي في بيته أو في الصحراء كما أن من رحمة الله تعالى بنا أن جعل لمن يريد الصلاة ولا يجد الماء فليتيمم أو يتطهر بالتراب فرحم الله عز وجل هذه الأمة وجعل الأرض كلها مسجدا وطهورا وبيّن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة فضلها عظيم وثوابها كبير وأنها تزيد على صلاة الفرد بدرجات لما روي في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة فقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاة وقد أخبر معلمنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأهمية صلاة الجماعة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة في ترك الجماعة فكيف بغيره؟ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غثر الله له ذنوبه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل فما أعظم وأكثر ثواب صلاة الجماعة في المسجد فإن لها فضلا من الله عظيمة فكل صلاة يذهبها المسلم إلى المسجد تكتب له حسنات وتحط عنه خطيئات وترفع له درجات بذهابه إلى المسجد وجلوسه في المسجد وانتظاره الصلاة وهكذا مكثه بعد الصلاة وهكذا بعدها يأتي بالأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن الكريم بعد ذلك فهو على صلاة من تظر الصلاة وهكذا بعدها فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتطهر المرء في بيته ثم يخرج متطهرا من بيته عامدا إلى الصلاة وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال فقال الحنافية والمالكية هي سنة مؤكدة وقال الشافعية هي فرض كفاية وقال الحنابلة هي فرض عين على من تجب عليهم الجمعة ولكنهم لم يشترطوا لها المسجد فمن الممكن أن يقوم إنسان بجمع أهله ويصلي بهم جماعة ولكن لا شك أنه يفضل الصلاة في المسجد لأن المسجد بيت الله تعالى وتعظم فيه الصلاة وتعظم فيه الأجور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن رواه مسلم ويترتب على صلاة الجماعة فإن فيها فوائد كثيرة ومصالح عظيمة ومنافع متعددة شريعة الصلاة من أجلها والتي ينعكس أثرها الإيجابي على الشخصية المسلمة وخاصة في شهر الصوم شهر رمضان المبارك وهذا يدل على أن الحكمة تقتضي أن صلاة الجماعة فرض عين ومن هذه الفوائد والحكم التي شرعت من أجلها ما يأتي فقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة وذلك لأجل التواصل وهو الإحسان والعطف والرعاية ولأجل نظافة القلوب والدعوة إلى الله عز وجل بالقول والعمل كما أن من فضل صلاة الجماعة التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع طلبا للثواب وخوفا من العقاب عقاب الله عز وجل ورغبة فيما عنده جل في علاه كما أن من فضائلها وحكمها التوادد والتحاب لأجل معرفة أحوال بعض المسلمين بعضا فيقومون بعيادة المرضى وتشييع الموتى وإغاثة الملهوفين وإعانة المحتاجين ولأن ملاقات الناس بعضهم لبعض توجب المحبة والألفة ومن الحكم أيضا التعارف لأن الناس إذا صلى بعضهم مع بعض حصل التعارف وقد يحصل من التعارف معرفة بعض الأقرباء فتحصل صلته بقدر قرابته وقد يعرف الغريب عن البلد فيقوم الناس بحقه ومن الحكم أيضا إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام لأن الناس لو صلوا كلهم في بيوتهم ما عرف أنه نالك صلاة ومن الحكم إظهار عز الإسلام والمسلمين وذلك إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا وهذا فيه إغاظة لأهل النفاق والكافرين وفيه البعد عن التشبه بهم والبعد عن سبيلهم ومن الحكم تعليم المسلمين لأن كثيرين من الناس يستفيدون مما شرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة ويسمعون القراءة في الجهرية فيستفيدون ويتعلمون ويسمعون أذكار أدبار الصلوات فيحفظونها ويقتدون بالإمام ومن بجانبه وأمامه فيتعلمون أحكام الصلاة ويتعلم الجاهل من العالم ومن حكم الصلاة في جماعة أن بها تعويد الإنسان ضبط النفس لأنه إذا اعتاد على متابعة الإمام متابعة دقيقة لا يكبر قبله ولا يتقدم ولا يتأخر كثيرا عنه ولا يوافقه بل يتابعه تعود على ضبط النفس ومن الحكم شعور المسلمين بالمساواة وتحطيم الفوارق الاجتماعية لأنهم يجتمعون في المسجد في صف واحد أغنى الناس يجتمع بجانب أفقر الناس والأمير إلى جانب المأمور والحاكم إلى جانب المحكوم والصغير إلى جانب الكبير وهكذا فيشعر الناس كل الناس بأنهم سواء فتحصل بذلك الألفة والتقارب والتحاب وتقريب الفوارق بينهم ولهذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمساواة الصفوف حتى قال صلى الله عليه وسلم في الأثر ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم كما أن الصلاة في الجماعة وفي المسجد تمحو الهموم وتزيل الطاقة السلبية من الجسد قد يمر الإنسان خلال حياته بأحداث ومواقف تسبب له الهم والحزن وليس هناك طريقة أفضل من الشكوى للتخلص من الأحزان والضغوط والمسلم إنما يشكو حزنه وهمه إلى الله تعالى وأفضل وقت لبث الشكوى والتضرع إلى الله تعالى في الصلاة عندما يكون العبد بين يدي ربه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذا كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى وقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا حيث قال ربنا سبحانه جل في علاه واستعينوا بالصبر والصلاة كما أن صلاة الجماعة سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس حيث إن الصلاة قرة عين العبد المؤمن مصداقا لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل قرة عيني في الصلاة وقد ثبت من خلال فهم النصوص الشرعية ومن خلال التجربة العملية أن أكثر الناس سعادة وأصحهم نفسا وأفضلهم مزاجا هم الصالحون الأتقياء الأنقياء الأصفياء قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأفضل طريقة لتحقيق الصلاح والتقوى إقامة الصلاة على الوجه الصحيح بمراعاة شروطها وأركانها وواجباتها لا سيما أن الصلاة من أعظم أسباب البعد عن الفحشاء والمنكر مصداقا لقول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ويقول الدكتور محمد قدح أخصائي جراحات العظام والكسور إن الصلاة هي عبارة عن تمرينات روحية وبدنية وعقلية لذلك فالتمرين الأطول يكون في صلاة قيام الليل حيث تنقبض وتنبسط العضلات مع حركات الجسم أثناء الركوع والسجود مما يجعلها تتعود على التحمل والشدة ومفاصل الجسم تنثني وتنفرد في تمرينات متتالية ما يجعلها أكثر ليونة وقوة مع الدورة الدموية التي تزيد حولها كما تستفيد الغضاريف من السوائل الزلالية التي تتغذى على توالي الحركات أثناء الركوع والسجود وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن الصلاة لها تأثير كبير على الجهاز العصبي والهيكلي معاً حيث تمنح المصلي راحة وطمأنينة وسلاماً داخلية وكذلك تزيد من اتزان الجسم حيث يبدأ التمرين بالوقوف للصلاة والاتزان وعند السجود يكون المخ في الوضع الأمثل للجاذبية الأرضية مما يزيد السيطرة على الجهاز العصبي والحركي وأضاف دكتور قدح قائلاً مع التكمير وقراءة القرآن الكريم يتدفق الدم إلى اللسان والمخ وعضلات الوجه مما يعمل على تنشيط العقل وزيادة التركيز ومع الاستماع لتلاوة القرآن تنشط حاسة السمع ويزداد التركيز في معاني الآيات ومع الحركات المتتالية من الركوع والسجود تحترق الدهون وتخرج الطاقة الإيجابية للجسم ومن جانبه أضاف دكتور جمال شفيق أستاذ ورئيس قسم الدراسات النفسية بجامعة عين شمس ومعهد الدراسات العليا للطفولة إن تدبر الشخص في قراءة القرآن الكريم أثناء أداء فريضة الصلوات الخمس وفقاً لشروط الترتيل يساهم في تنظيم الشهيق والزفير خلال عملية التنفس مما يؤدي إلى وصول الشخص للاسترخاء فيسيولوجياً وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية بأن الصلاة لها تأثير مباشر على الجهاز العصبي كما أن الصلاة في جماعة يساهم وصول الشخص للخشوع أثناء أدائه فريضة الصلاة إلى شعوره بالهدوء النفسي والسكينة والسلام النفسي الداخلي وعدم الشعور بالتوتر بسبب تغير الحركة بصفة مستمرة أثناء الركوع والسجود والوقوف في تدبر القرآن الكريم الذي يساهم في بث الطمأنينة وهدوء الأعصاب وهذا ما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف وأمر المسلم بالصلاة إذا انتابته أي حالة من الغضب فالحمد لله على نعمة الصلاة والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة اللهم ثبتنا على توحيدك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى